تحياتي أحمد من جديد هذا البث استطعنا الدخول داخل الكاتدرية الماركوسية بالعباسية وتحديدا من الكنيسة البطروسية هذه الكنيسة التي استضافت ضيث مصر قداسة البابا فرانسيس الأول بابا الباتيكان عقب اجتماع الصلاة الذي تابعه الملايين على الهواء مباشرة كما تابعت أحمد على المنصة الرسمية في الكنيسة البطروسية كان هناك عدد من رؤساء الكنيس والأباء البطارقة والمطارينة رؤساء الكنيس في اجتماع ليرسل الجميع رسالة السلام من قلب الكاتدرية ومن قلب الكنيسة التي تعرضت إلى الحادث الإرهابي الآن على الهواء مباشرة في هذا البث الحي نضملنا غبطة البطرياركو غرغوريس الثالث لحام بطرياركو أنتاكيا والإسكندرية للروم الملكيين بداية غبطة البطرياركو رحب غبطتك على شاشة أون لايف بالتأكيد وكيف تؤثر هذه الزيارة على الأصعيدة ليست فقط الكنيسية ولكن ما بين العلاقة ما بين البلدين ولفت الأنظار لبلادنا الحبيبة في هذا التوقيت نقول للجميع المسيح قام حقا قام ونقول مع صاحب المزمير ما أطهب وما ألذى أن يسكن الإخوة معان وأن يحب بعضهم بعضا لكيما يكون رسل السلام والمحبة اليوم شهدت مصر والقاهرة بالذات هذا اليوم العظيم الذي صنعه الرب الحقيقة بابا روما بابا البتكان الكنيسة الكاثويكية الجامعة في العالم كل سوا بطيارك القنيسة القسطنطينية للروم أردوكس الكنائس الأردوكسية أيضا بابا تودروس بابا الكنيسة القبطية الأردوكسية العظيمة وبابا أيضا ثيودوروس بابا الإسكندرية وبطارك الآخرين وخصوصا أيضا التقينا مع الشيخ الطيب الذي هو الشيخ الأكبر الذي نحبه والذي أرسل رسالة محبة فريدة سواء في مؤتمر السلام واليوم أيضا في لقائه مع قداسة البابا وخصوصا أيضا نفرح بأننا اليوم شعرنا بأننا إخوة مع بعضنا البعض مصر العظيمة أعظم دولة عربية إسلامية في المنطقة وأعظم دولة مسيحية في المنطقة ينطلق منها اليوم لداء السلام أريد أن جميع من هذا المكان يرون ويسمعون ويشعرون بأنهم مدعوون كلهم للسلام للمحبة للعطاء بلا سلاح بلا إرهاب بلا داعش لك تعووا يا داعش تعووا صلوا معنا في أحلى من اللقاء لماذا تكون تحت الأرض اطلعوا معا إلى النور إلى الحياة إلى الذي هو نور الله نور السماء والأرض الله إله السلام إله المحبة فلنمشي معا كلنا مسيرة السلام مسيرة بحبة إن شاء الله يكون هذا النار حقيقة نداء من مصر أكبر الدولة في المنطقة إلى العالم العربي وإلى العالم كل سوى كفى حروبا كفى قتلا كفى سلاحا الآن هلوموا جميعا إلى كلمة سوا هلوموا جميعا إلى أميسية السلام والمحبة هذه هي كلها رسائل السلام الذي أراد قداسة البابا وهو رئيس أكبر كنيسة في العالم ولهو سلطة على أكثر من مليار وربعمائة ألف شخص وأيضا أقدم كنيسة في العالم البابا توضروس الثاني ربما غبتت البطريارك الغوريوس هذا اللقاء لم يكن هو الأول من نوعي وهناك صداقة كبيرة ما بين الكنيستين كما تعلم رئيس السيسي العظيم الذي كان زيارة ثانية بعد أظن فرنسا كانت إلى البتيكان صحيح وهذا جميل جميل 2014 نعم 2014 كذلك بابا توضروس زار البتيكان وأيضا السيد سماحة الشيخ الطيب أيضا هذه لقاءات جميلة بأكبر دولة وأكبر كنيسة أظن أنها رسالة للعالم هلوموا لنلتقي معنا هلوموا إلى نور هلوموا إلى الفرح إلى السلام إلى محبة بعض البعض لماذا نبغد لماذا لا نكون كلنا سرع رسل المحبة رسل السلام لأن أدياننا كلها دين سلام دين محبة رحمة سلام كلها كلمات نجدها في كل كتبنا المقدسة وإن شاء الله أيضا نجدها على كل طرقات شعبنا إن شاء الله الناس بيحب بعض البعض في الطرقات في كل مكان إن شاء الله هذا اليوم أنا قلب كبير جدا جدا إن شاء الله كل الذين يسمعون ويشاهدون هذه المشاهد بخلال وسائل التواصل الاجتماعي والتليفزيون إن شاء الله بيدخل بألم للفرح والسلام ويدخل إلى قلوب الكبار في سعودية في قطر في سوريا في لبنان في مصر في ليبيا في الكويت في اليمن في كل مكان في كل مكان في أمريكا في روسيا في فرنسا في كل مكان بدل هذه الهجمات البربرية إن شاء الله بتكون كل لقاءات بقول لبعض البعض إني أحبكم والآن من هذا المنبر أقول لكل من يسمعون ويشاهدون إني أحبكم ويقول لبعض كلكون كل واحد يقول لتاني إني أحبك وهكذا يمتل العالم من محبة الله ومحبة الناس لبعضهم البعض من أرض الحضارة من مصر من البلد أصر البابا فرانسيس أن يزورها في بداية عام 2017 اللي تكون له هي الصورة القادمة لزيارات أخرى بالتأكيد بنتمنى أن يعم السلام على بلادنا العربية كافة وعلى العالم أجمع كما أشار البابا فرانسيس في كلمته اليوم مع البابا تودروس أشكرك شكرا جزيلا غبطة البطريارك ورغوريوس 2017 مع هذا النهاز ستكون إن شاء الله عام السلام لسوريا وفلسطين والعراق هذا اليوم من مصر رسالة السلامية للعالم كل سوا شكرا لكم أهلا بارك عليكم شكرا جزيلا ربما لديه زيارات مسكنية أخرى عقب مغادرة البابا فرانسيس هو يتواجد الآن أمام المقر البابوي شكرا جزيلا لطيب المتابعة